الفساد في العراق عنوان عريض ضاربة جذوره في جميع قواعد قطاعات الحياة في هذا البلد حتى بات سمة من سماته بعد عام 2003 والمواطنون العراقيون وحدهم دفعوا ولا يزالون ضريبة هذا الفساد الذي استشرى لدرجة بات فيها مستقبل الأجيال القادمة مهددا بنيران ديون البلاد الخارجية أبرز عنوان هذا الفساد والتي وصلت قيمتها إلى 133 تريليون دينار عراقي حسب النائب بختيار شاويس والذي قال إن الحجم الكبير للديون الخارجية للعراق والتي تسبب بها تفشي الفساد الإداري والمالي والسياسي بشكل غير مسبوق وصل لدرجة لا يمكن فيها لأحفاد أحفاد العراقيين تسديدها النائب شاويس ذهب أبعد في تشخيص الحالة المتردية للعراق بسبب الفساد قائلا إن هناك أكثر من 300 ملف فساد مركون لدى هيئة النزاهة منذ سنوات وهي ملفات ضخمة لم يتم حسمها ومساءلة فاعليها لافتا إلى أن النظام السياسي في العراق ماض في طريق الفساد حيث لا يوجد أي أمل يلوح في الأفق بمحاربة هذا الوباء بحسب وصفه كذلك يعتبر فساد المنافذ الحدودية عنوانا آخر كبيرا للفساد في العراق جديد هذا الملف ما كشف عنه مسؤول حكومي مؤخرا عن وصول تقرير مشترك من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية إلى الحكومة في بغداد يؤكد تكبد البلاد خسائر باهظة نتيجة الفساد في المنافذ تجسد ذلك بتمرير بضائع غير قانونية أو تغيير نوعها لإعفائها من الرسوم أو تخفيضها إضافة للتلاعب بكميات البضائع التي تدخل للبلاد التقرير يكشف كذلك خسارة العراق مليارات الدنانير شهريا بفعل عمليات الفساد تلك التي تثبت بحسب المسؤول الحكومي تورط جهات مسلحة وأحزاب فيها وتفاقمت عمليات الفساد بعد عام 2003 في العراق نتيجة تعاقب حكومات فسدة على البلاد وبحسب تقديرات أصدرتها اللجنة المالية نيابية فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد في السنوات الاثنتين عشرة الماضية بلغ نحو 450 مليار دولار كذلك أعلنت هيئة النزاهة العام الماضي أن الأموال التي رصدت وأعيدت للدولة خلال عام 2017 بلغت قيمتها 938 مليار دينار عراقي من دون أن تذكر ما خسيره العراق بفعل جرائم الفساد المالي والإضرار بالمال العام